السلام عليكم اخوتي تحياتي كل ابلاء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب بلما نساوا خوتنا اللي في الغربة موضوع اليوم شيق فكاهي في نفس الوقت ومفيد جدا بسمه مع بعض انا ادي التصنيف سنغال تونس نيجيريا الجزائر المغرب دول الخامسة القوائل الموضوع ده خطير جدا ايه نعمل ايه جزائر بتكسب تونس الناس بتشتغل الناس بتشتغل الكاميرون كسبت نيجيريا الناس بتلعب اي ده السنغال تونس نيجيريا الجزائر المغرب دول هيوصلوا يعني كلمة واحدة دول هيوصلوا الجزائر عندها بوركينة معاها بوركينة نفسوا النايجر والجيبوتي هتوصل متفهمين اهو افتكرو الكلام اللي انا بقوله ده والله افتكروه سجلوه بس احنا واخدين ان الكلام الحمدلله اللي بنقوله في البرنامج بيحصل بعد شهر شهرين تاني عندك السنغال خلاص عشان اوريكو بس ايه اللهم ايه قد بلغت اللهم فاشهد عندك السنغال عندك الجزائر ركز معاي عندك المغرب عندك تونس عندك نيجيريا ادي خمس منتخبات تخيل سياتك بقى لو سعطت اول مجموعة هتلعب منتخب المنتخبات دي السنغال جزائر 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 كابتن حسين بادري قالك ايه انا هلعب التصفيات عشان هزود تصنيف طب ما الناس دي هتلعب تصفيات وهتزود تصنيفها ومتشاطها اسهل منك يعني السنغال دي هتلعب متشاطها وقتكسب وتوصل ومتشاطها اسهل منك الجزائر هتلعب متشاطها واتوصل متشاطها اسهل منك المغرب هتلعب مدشاطها مدشاطها هسهل منك تونس هتلعب يعني احنا ماشي مع بعض بقى يعني هم دلوقتي سابقينك فأنت هتلعب وهم هيلعبه هم هيكسبه وانت هتكسب طب ما انت في نفس التصنيف أقرب حاجة لك ناجيريا انت صعب توصلها أنا بقولك يا رب نقم عن ناجيريا في المنظر ده أنا بقولك يا رب نقم عن ناجيريا في المنظر ده بعد كدا ما اضمنش ايه اللي يحصل بعد كدا ما اضمنش ايه اللي يحصل يعني حتبقى اسحل فرقة اتخيل بالنسبة لك ناجيريا ناجيريا إذا مثل ما شفتوا أخوتي هذا مقبع فيديو نوعا ما أقارف كوميدي لكن لا شمتها في إخواننا مصريين عندهم صحيح أن المدرب تحم المفروض يدير مقابلات ودية لكي يطلعنا وعما في التصنيف ولكي أيضا يتحسن المنتخب بنتاحم لكن ما يهمنا هو يهمنا منتخب الوطني تعنا إذن حسب كلام الإعلام المصري أنه متخوف جدا من المنتخب الوطني الجزائي هذا التخوف مجلش من فارغ جاء نتيجة عمل جبار جاء نتيجة اجتهاد اللاعبين تاكتيك المدرب الطاقم الفني جاء يعني نتيجة عمل جبار نجاش من فارغ صحيح أنه الإعلام المصري بعض بعض من الإعلام المصري سابقا في 2009 أو 2008 كان يتهكم على المنتخب الجزائري وعلى الكرة الجزائرية وكانوا يعتبرون حصالت المجموعة حصالت المجموعة من بعدها بدأ المنتخب يصنع له تاريخ ومجد والآن أصبح مرعب أفريقيا هو المنتخب الجزائري أصبح مرعب أفريقيا هو المنتخب الجزائري إذن تخوف هذا قلت جاء من خلال معطيات هذا التخوف جاء من خلال معطيات أنه يلحق أنه الإعلامي يقول لك يا رب ما نطحوش مع المنتخب الجزائري هذا دليل قاطع أنه منتخب في نصق تصاعدي وأيضا في تدرج في المستوى وارتفاع وارتقاء في المستوى وهذا قلتها ونعودها نتيجة عمل جبار نتيجة عمل مكثف في التدريبات في نتيجة طريقة لعب هوية أصبحت عندنا هوية لعب أيضا اللاعبين يلعبون في الدوريات محترمة في أوروبا الشيء هذا اللي راح يكون يضر المنتخبات وراح يدروننا ألف حساب كل المنتخبات راح يتقوم لنا ألف حساب إذن نحب نقول للإعلام المصري اللي تهكم علينا سابقا في 2009 أو 2008 أو 2010 أنه الآن أصبح كما قلت عدم منتخب بخوف منتخب محترم في إفريقيا أيضا إذا تريدون أن نلعب معكم بأي تشكيلة المنتخب جاهز والناخب الوطني جاهز تحبوا تلعبوا بتشكيلة نلعبوكم بالتشكيلة اللي لعبت ضد منتخب موريطانيا تحبوا نلعبوكم بالتشكيلة اللي لعبت ضد منتخب مالي تحبوا نلعبوكم بالتشكيلة اللي لعبت ضد منتخب تولس يعني ما عندناش مشكلة في الزاد البشري تحبوا نلعبوكم براشيد غازل تحبوا نلعبوكم بآدم والناس وتحبوا نلعبوكم بالمايسرو رياض محرس إذن المنتخب جاهز في كامل تشكيلاته خمسة وخموس على المنتخب الوطني نتمنى التوفيق للمنتخب الوطني وإن شاء الله منتخب الوطني يروح بعيد بين قوسين يبقى الشعب المصري شعب محترم شعب طيب اللي راح لمصر يعرف هذا الكلام اللي راح مصر يعرف مدى طيبة هذا الشعب مدى طيبة المواطن المصري البسيط يعني كنقول ناس مضيفين بأتب معنى الكلمة ناس مضيفين لكن نرجعه هذه مجرد يعني مقابلة في كورة القدم وتبقى الروح الرياضية هي السائدة إذن كل التوفيق لأشقائنا المصريين كما لا ننسى أيضا التوفيق لمنتخبنا الوطني وإن شاء الله التألق والذهاب كهدف أساسي إلى مونديال قطر 2022 هذا هو الأساس أيضا ترتيب الفيفا مهم جدا ترتيب الفيفا يخليك لما تكون من الخمسة الأوائل يخليك تستقبل في بلادك المقابلة الفاصلة أو مقابلة السد راح تكون في أرضية ميدان تاعك هذا أيضا معطاء مهم 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 جدا إذن عدم لعب المنتخب المصري لمقابلة ودية بطالب من المدرب التاحن راح يضرهم خاصة في تصنيف الفيفا وراح يخليهم يتصارعوا مع كبار القار إذن بالتوفيق للمنتخب الوطني الجزائري وإن شاء الله التأهل إلى مونديال قطر 2022 وتكتمل فرحة الجمهور الجزائري إذن في الأخير منتقنا مع مزمي الفيديوهات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة